كابتن محمود الخطيب النهاردة عمل اتصال مع النائب أحمد دياب رئيس ربط الأندية المحترفة وقال أستاذ جمال علام رئيس اتحاد الكور المكالمة اللي معنا أستاذ جمال علام كالآتي قال له أستاذ جمال علام أنا فيه أندية كتيرة جدا بتشتكي من التحكيم فأرجو تحيي العدالة وبالتحديد سبع أندية وقالهم الكابتن محمود الخطيب اسماعيلي محلة امبي فيوتشر فاركو سيراميكا والأهلي وقال له أن احنا الفار حقق نسبة كبيرة جدا من عدالة ولكن نريد مزيد من الهدوء ومزيد من العدالة وده اللي وعد بيه الأستاذ جمال علام بتطوير منظومة التحكيم الفترة اللي جاي بعد تعيين الكابتن السامع الفتاح للاجنة ما ضرب بين كابتن محمود الخطيب والنائب أحمد دياب كابتن محمود الخطيب قال النائب أحمد دياب إن تعديل جدول الدوري الممتاز ظلم بعض الأندية منها النادي الأهلي وإن يجب أن يكون هناك مراعاة للأندية اللي بتشارك في البطولة الأفريقية وبطولة ألكم فيدرالية وده اللي وعد بيه أن نائب أحمد دياب فيه القادم ولكن أحمد دياب أكد مع الكابتن محمود الخطيب إن الربطة ملتزمة ملتزمة بالدوري للكل وقال له إن إحنا على مسافة واحدة من الجميع وحنراعي الفترة القادمة هذه الأمور وانتهت المكالمة على كده وإن يكون فيه مساحة للفرق اللي بتشارك في أفريقيا وقوم فيدرالية فيه القادم لأن ضغط المباريات للنادي الأهلي ضغط كبير يعني نادي الأهلي لعب النهاردة حيلعب يوم الثلاث مباراة في بيراميدز حيلعب السابت سانداونز يعني أسبوع ثلاث ماتشات في أسبوع ومش أي ثلاث ماتشات يعني شوف إحنا حنستعرض اللي قاله الأستاذ أحمد دياب حنعلق عليه بس أني نفسي بلاش كلمة مسافة واحدة دي لأنها خلاص بقى فقدت ما هي الطبيعي أنك تحدكون على مسافة واحدة ما حدش تهم أن فيه تحير ضد أو معه إحنا بنقول ما فيش يعني ما خدناش بالنا وإحنا بنحط الجدول أن إحنا ما حلناش حاجة إحنا رحلنا المشكلة لكن هي هي قائمة أرجو أنه إحنا بنتعامل مع مشكلة إحنا نوجد لها الحل مش إن إحنا رحلها في صوروف أصعب وإنت قلت المثل زي ما لخد أسبوع بين المطشين ولكن الأهلي ده أنت إيه؟ مريخ بيرامد سانداونز مريخ مش كده؟ وده فيه أصعب من كده إيه؟ في النص فيه سفارية الجنوب أفريقيا بين بيرامد والمريخ أو بالسانداونز هتسافره هتسافر ترجع يعني دي ما عرفش معرفش بأي معيار إنساني بلاش كروي نعمل في اللعيبة كده يعني طيب اللجنة الحكام يمكن عينة الكابتن محمود البنة حكم لمباراة الأهلي بيرامدز بكرة ويساعده أحمد حسام وأحمد توفيق طلب والحكم الرابع عبدالعزيز السيد في الفيديو هيكون أحمد الغندور حكم فيديو والمساعد بتاعه يوسف البساطي ده طاقم التحكيم لمباراة الأهلي بيرامدز الثامنة مساء الغد إن شاء الله الكلام اللي قاله الكابتن سيف زاهر برغم وضوحه إلا أنه بعد المواقع والأراء الأخرى راحت أنه حتى موقع كورة بصوا على سبيل المثال رابطة الأندية تلمح إلى رفض الطلب الأهلي وقال لك مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية كشف عن صعوب التأجيل لقاء الأهلي ضد بيرامدز المقرر خوضه وتقدم الأهلي بطلب شافه إلى رابطة الأندية بتأجيل مباراة كذا بيرامدز بسبب ارتباطه والمصدر قال له كورة من الصعب تلبية طلب الأهلي ده بقى طلب وترفض وقال إن الحالة الوحيدة هي أن تكون مباراة الأهلي مع ساندونز في جنوب أفريقيا يوم الجمعة بدلا من السابق فلو تلعبت 11 ممكن نأجل ونوه إلى أنه لا يوجد سبب يضطر رابطة الأندية للتأجيل والقبول بطلب الأهلي بالتأجيل كلام كله إن الأهلي طلب التأجيل والربطة رفضت طب الربطة دي رئيسها الأساس أحمد دياب اتكلم بنفسه قبل ما نروح نفسه أستاذ أحمد دياب نبي إبراهيم في حاجات لو عدت حيفوت معدها هو بيقول لك بيقول لك لو كان يعني كلامه إن المصدر قال له لو كان المطش الجمعة مش سابت كنا أجلنا على أساس إنه هيكسر حتة التلات أيام أيوة بس إنتما حطيت المطش أصلا ما كنتش عارف إنه هتأجل يوم السابق ده دليل إنه ما فيش حاجة من دي يعني لا فيه مصدر ولا فيه طيب كل الكلام ده والتأكيد على إن الأهلي قدم طلب والربطة رفضت الرابطة بيرأسها الأساس أحمد دياب هو بنفس الرجل يتكلم بعضمة لسانه عن اتصار الكابتن الخطيب به نسمعه